اكد المؤتمر الشعبي تصعيد عمله السياسي والقانوني لمواجهة اعتقال امينه العام علي الحاج ورئيس هيئة شورى الحزب المؤتمر الشعبي ابراهيم السنوسي للتحقيق بموجب اجراءات البلاغ المدون ضد مدبري ومنفذين قلاب عام 1989 وشن القياد في الحزب ادريس سليمان هجوما كاسحا على قوى اعلان الحرية وتغيير وقال ان قوى اعلان الحرية وتغيير عزلت واقصت وكونت الحكومة بمعزل عنهم لذلك وضعتهم في المعارضة واعتبر ان الاعتقال محاولة للانصراف عن حل المشاكل الحقيقية والتي تعاني منها البلاد حاليا ونحن لا اسف الشديد الان كل الظواهر تدول على انه نحن في دولة لا قانون لا توجد سيادة لحكم القانون كل القوانين التي تشرع الان او شرعت قوانين لا تمت لسيادة حكم القانون بصلة قوانين تعسوفية قوانين تتجه اتجاهات كاتجاهات محاكم التفتيش في القرون الاسطى تحدثنا كذلك في المؤتمر الصحفي عن عدد من القضايا متعلقة بحرية التعبير طيبة لحياة طيبة